موسيقى هذه الجلسة الافتتاحية تميزة بإلقاء واحد مجموعة من العروض ومجموعة من الخبراء بل كذلك الوزارة ومن خلالها تم التأكيد على دور الطاقة المتجديدة لتطوير الوقود الخالي من الكربون وتطوير الهيدروجين الأخضر وكانت هذه مناسبة بش أن الوزارة استعرضت آخر تطورات في الانتقال التقيبال كذلك في تنمية المستدامة والنجاعة التقيية كذلك التي تجعل من نقل المستدام والموانئ المستدامة بين الأهداف من الوزارة المستدامة والمستدامة والمستدامة التقيب 3% de toutes les émissions de carbone dans le monde donc c'est un des secteurs qui doit aussi se décarboniser pour cette transformation énergique qui est nécessaire pour confronter le changement de climat. Donc le Maroc a deux grandes possibilités un, du décarboniser la flotte de shipping et aussi préparer les portes et en même temps aussi la exportation du hydrogène vert dans les différentes formes.